أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولوس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على أيوب البار في موضوع امتحان الإيمان وانتظار وعد الله وقال كان أيوب شاهداً على الإيمان بالله عندما امتحنه الشيطان لم يقبل من أصدقائه صورة الله المضطهد والظالم بل احتج في وجه الشر إلى أن أجابه الله وكشف له عن وجهه وأظهر له مجده بحنان وأنصفه لذلك مدح الله أيوب لفهمه سر حنانه المختفي وراء صمته ووبخ الله أصدقاء أيوب الذين افترضوا أنهم يعرفون كل شيء عن الله والألم ومن أجل إيمان أيوب أعاد الله إليه كل ما خسره وباركه وقال قدسته سفر أيوب يمثل بطريقة مأساوية ما يحدث بالفعل في الحياة عندما تنزل محن شديدة جداً بشخص أو عائلة أو شعب لا تتناسب مع صغر الإنسان وضعفه وعندما يغرق البعض في شرور ومآس تبدو مبالغاً فيها وظالماً أمام هذا الواقع يحق للإنسان أن يحتج على سر الشر فهو حق منحه الله لنا واختتم قداسته التعليم وقال المسنون الذين يتبنون شهادة أيوب التي تبدل الاستياء من الخسارة إلى انتظار لوعد الله هم ذخر لا غنى عنه للجماعة في مواجهة تجاوزات الشر فالكثير منهم يضمون صلاتهم في الصعوبات مثل مريم مع صلاة يسوع الذي سلم نفسه للآبي على الصليل اشتركوا في القناة